السلام عليكم كديرين بخير إن شاء الله تكونوا بخير على خير واحد سيدة دفع عندي في الفيزا دي العلاج سولتني منين كيجيوكم هاد الفلوس باش تخلصوا هاد الشي اللي كتديرو اكيد كينش حد كيخلص ما كينش حاجة غير هكاك فغادي نشرح لكم إن شاء الله التفاصيل منين كنجيبوا الفلوس وكيفاش ان طاليا يقدرو يتحملوا واحد للوليدات يعني يتحملوا كومي بخيزون شارج ويجيبوهم من المغرب ويداويهم هنايا بقوا معي لاخر الفيديو باش عارفوا الخدمة كلها كيفاش كتدوز وتعارفوا جميع التفاصيل ما تنسوش ديرو جيم والفارتاج باش يوصل الفيديو الاكبر عدد دي الناس وشكرا لكم دائما على تعاليق زوينا مادم كين الناس كيجيوا لإيطاليا وكيدواوا إلا ورا كينش حد لي كيخلص عليهم هاد الدوا وهاد العلاج كامل وحسى العمليات لي كتقام غالية بساف هاد الشي كله كيفاش كنقدرو باش نخلصوه أول حاجة كين الناس كتار من مورا هاد الشي كامل كين واحد جيروا لونغو بزاف كين الناس اللي كتخدم في الخفاء كين الجنود يعني أنا جيت في الواجهة معاكم في المغرب حيث كنخدم مع المغرب وكنجيب الناس من ثمه ولكن را كين الناس في الخفاء اللي كيجيبوا من بلدان أخرى واللي كيخدموا مع الناس دي هادوك البلدان كيباش كتدوز الأمور احنا عن طريق الجمعية كنحاولوا أننا نقبلوا أكبر أكثر عدد دي الدواسة يعني الناس اللي كيتصلوا بيا أنا وكيتصلوا بيا حينت مؤخرا الجمعية قرروا أن الدواسة كلهم يدوزوا على يدي والناس كلهم اللي غادي يدخلوا غادي يدخلوا عن طريقي هاد الشي في جمعية وحدة ولكن را كين جمعية بزاف اللي أنا كنتعاون معاهم المهم أول حاجة شنو كنديرو كان ناخدو طلب ديال هادك الإنسان أنا كنحاولوا أننا ما نردو تشي واحد ونكونوا عند حسن ضن ديال كل شي كان ناخدو الطلبات ديال هادوك الناس وعاد من بعد كان بدو وكان فكره أشنا هما الحلول باش نلقاوا واحد البيتجي كافي يعني شحامل مرة ما كنكونش عندنا البيتجي ما كيكونش عندنا الفلوس ما غادي ينصرفوا على هادوك الناس ولكن لو استيسوا كان ناخدو الطلبات ديالهم وكان حاولوا والله سبحانه وزع لك يجيب تيسير أول حاجة كنديروه أننا كننضموا شي بحل بروغرامات كان نضمو شنو كيقولوا ليهم ديزفينمو دياليفينتي اللي كان نضمو هنا يا فطاليان أسواق مثلا أمور بسيطة اللي ممكن أنك تبال لكم يعني شي حاجة اللي ماشي مهمة متقدر ما غا تنفع بوالو ولكن بشوية بشوية كما كان قوله قطرة قطرة كي يحمل الواد مثلا نعطيكم مثال على هاد الأمور اللي كان نضموه الأسواق مثلا كان بيعو في الأسواق شي حدخور غا يقول لك لا أنا رئيس جمعية وأنا إنسان واصل وعندي الكلمة هذا ما خصيش أن نوقف في السوق نبيع إلا سيدي كان نوقفه في السوق وكان بيعو وشحامل مرة كان بيعو مع الخمسة ديال الصباح كان فيقو وكان شدو البلاسة ديالنا في السواق وحتحنا مع البيع وكان نحطوه ديكس لعديالتنا اللي كان نكونوا حصلناها بشي طريقة مثلا كنجيبو مثلا عن طريق كنعطيو للناس كنشريوا واحد الماتريال أنا أشرح لكم ده بتفاصيل كاملة كناخدوا واحد الماتريال الصوف والبراوات والخيط والتواب وكان ديوهم مثلا الدار العجازة يصوبوا لنا شي حاجات لي شار بي غوانتي شي حاجة مصوبة بالصوفة أي حاجة كان أخدوهم من عندهم أو ممتون يعني منها أنهم هم يحركوا يديهم ويحكرروا عقلهم ويقدروا يحسوا برسهم مرة بقين كيدروا شي حاجة في هذا الدنيا ومنها أننا نحن هادوك الأمور كان نستعملوهم لصالح وحد دوليدات اللي بغين باش يبقاوا متعلقين بالأمل في هذا الحياة كان أخدو هادوك المنتوجات وكان نبيعوهم في هادوك السواق حاجة أخرى ثاني لوليدات الصغار اللي في لازيلو مثلا كانت تافقوا مع واحد لازيلو نيدو أننا غادي نديروا واحد لفينمو بغينا هادوك لوليدات اللي في لازيلو اللي هو الروض يصوبوا لنا شي حاجات كان أي واحد كان أعطيه ورقة وكان أعطيه ألوان كيصوب لنا لوحة أعلى كل واحد والإبداع ديالو كيلي كيسبغ مثلا يديه وكيطبعها في شي حاجة كيلي كيرسم شي حاجة كيلي كيلوين كل واحد يعني واشنو كيعرف يدير هادوك شي كله كان أخدوه وكان قدوه وكان ديروه في كادغ مثلا وكان نحطوه حتى هو في هذا السوق عندنا مثلا دار ديال العيالات اللي كيكونوا مطلقات وكيكون عندهم يعني مشكل ديال الإيواء هادوك واخد اللي هم واحد برطمات برطمات خاصين بهم هادوك العيالات غير قالسين في الدار يعني مخدا من موالو حتى هما كنحاولوا باش أننا نستغلوا ولمواهب ديالهم يعني كل واحدة كتعرف تدير شي حاجة كين اللي كتعرف مثلا التزيين ديال 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 العود كين اللي كتعرف تخيط كين اللي كتعرف ترسم يعني اللي كيعرف شي موهيبة كيديرها وكيديرها هو فرحان حي تعرف راسه بغي عون بها وحد الإنسان من اللي كنجمعوا هادوك خدوه كاملين وهاد الماتريال كامل اللي كيصوبوه ناس بحبو اي حاجة عندهم زوينة في هاداك العمل فكنا اخدو هادوك الاعمال وكنديهم وكنبيعوهم في السوق ما نعودش لكم الاجواء كي باش كتدوس في هادوك الاسواق كنكونوا مثلا احنا في الجمعية نعود لكم بغية على الجمعية واحدة بعدها كنكونوا احنايا وكيكونوا الناس معانا يعني عاطيين الكميوات ديالهم باش يقدروا يهزلوا لنا هاداك الماتريال كين الناس اللي كيجيوا وكيفرشوا لنا البلاسة اللي احنا غادنا نحطو فيها وكنجيو احنا من بعد باش كنقادوا الريس يعني يعني كتحس بان هادوك الناس راهم خدامين من نيتهم خدامين معاش في حد لأول حاجة ما عارفينوش شكون ما عارفينوش شكون هو يعني ممكن ان الانسان المريض اراه في المغرب وناس اخرى خداموا على قبلوه هنا في الطاليان كتعطيه سوايع وسوايع باش يقدر يتدوا هاداك الانسان تانيا ما عارفين شعني الظروف دياله بسطة ان انا كنقوله لهم مثلا راهم مريض بالسرطان كيبدوك يتعاونوك يتوقوف في الجمعية وكيتوقوف كل شي يعني ماشي بحل المغريب دابة في الفيسبوك يتلبوه كيقولك انسان انا بغيتك باش تعاوني كتقولي الله صفتي يتصويرا وصفتي يلا كارت ناسيونال وانتهزها في الديك وهادي 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 فهنا الناس بقى كتطيق الحمد لله يوفوك نقوله لهم ان هاد الانسان مريض بالسرطان احنا خصا نعاونوه فكيجي وكيوقفو معانا باي حاجة كانت في الامكان مهم كيبدا الصباح ديالنا كنوقفوه كنحطو الماتيريال كينا الحاجة مثلا اللي كتكون كتدير اون ايورو كيجي انسان كياخدها من عندك بعشرة اورو كيلي كياخدها بمية كل واحد واني وجهدو وكل واحد وكيفاش حس بهذاك الانسان اللي مريض وكيفاش بغا باش يعاونوه من اللي كنكونوا واقفين يعني ما نعاودش يكونوا واحد الكمية ديال الانسانية اللي كنحسوها من عند الناس كيفاش انهم كيعرفوا باننا كنديروا هاد الشي علاق بالشي حد اللي وبلاخص اللي اذا تصار كيتعاطفوا معهم بساف كيحسوا بهم وكيبغيوا كيتعاونوا معهم كل واحد والاستطاعة ديالو مثلا كيكون شي حد هاكا كيدوس كيقول لك انا غدينا نوفري لكم قهوة كيمشي مسكن كيجيب لنا القهوة كيجيب لنا الحليوات يعني كيقول لك هادي انا غدي نعاون بها في هاد الشي اللي كتديره الريستورات اللي ضايرين بالبلاصة اللي احنا واقفين فيها وخاتكون مدينة جديدة يعني ماشي ضروري لمدينة اللي انا سكنة فيها كيجيوا وكيطوعوا وكيجيبوا لنا الغداء كامل يعني من احتل زيت بالمشروب ديالوب كل شي ليه على حسب نفقة ديانهم وما كان عاودش يكونوا على الغداء ديال واحد ولا جوج ديال الناس ولكن خمسين ستين واحد اخر مرة كنا ستو خمسين واحد وكلنا كلنا وكلنا تغدينا على حسب هاديك الريستورات حتى هي نواو باش يتعاونوا مع الجمعية بهالطريقة ملي كيسالي يعني هاد الشي كامل كنجمعوا وكيجيوا عاودتاني ناس خرين بالكام يوديا لهم وكيعاودوا حتى هما كيهزوا ذاك الماتيريال وكيديوه مهم تنقول لكم هاد الشي ناس كيخدموا بحل خلية ديان نحل يعني انت دير هادي وانا ندير هادي ولاخر يدير هادي وبشوية بشوية كنقدرو باش نحقوا ذاك الشي اللي بغينا وكنقدرو باش نعاونوا هاد الوليدات ثاني حاجة اللي بغيت نصرح لكم هي ان الجمعية ملي كتدير شي افينمون ولكن تتافقوا باش نجمعوا مع بعضياتنا في شي اجتمع ارا ما عندناش القاعات الكبار ما عندناش الكراسة ديال المبرة بالبونج هرطب كيما كيدور جمعيات بزاف ما عندناش تخيط تغلي كيجي كي نضم لنا هادك الافينمون نهائيا حتى انا كنشوف جمعيات فعلا كيكونوا ديرين هاديك الجمعية مأسة باشتعون المعاقين ولكن كي يقول لي وهدوك الناس اللي دخلي فيها هم اللي كيتبرعون المعاقين ما وصله هتشي حاجة من هادك الشي يعني المعاق مسكين ما كتوصلوا هتشي حاجة يقدر يكون بيت هديك الليلة بالجوع والناس اللي مكلفين باش يعاونوا في هديك الجمعية معشين بالبسطيلة من عند تريتور على حسب النفق قدير هادك المعاق هادشي كله ما كينش نهائيا في ايطاليا هادشي اللي احنا كننضموه او الشي ما عديونا وغادي نصور لكم ان شاء الله تشوفوا بعينيكم الشي ما عديونا كتكون علنا فقط نحنا يعني لابغينا التفقنا مثلا باش نديروا واحد لريونيوني وناكلوا بيتزا على برة نحنا اللي كنمشيوه وكل واحد كيخلص على راسه يعني كل واحد فينا كي يجبد ما نجيبه وكيخلص وبالزاف ديال المرات كنعطيه كتر من ذلك الشي اللي خاصنا نخلصه غير حتى احنا كمساعدة المهم هكا كيدوزوا الامور وهدو هما الامور البسيطة اللي كتكون في الخفاء وهدو هما جنود الخفاء اللي كيتعاونوا باش يعاونوا وليداتكم اللي باقين في المغرب الامور كتدوز بحال هكا باش نقدرون وفروا لهم واحد البيس اللي يجيوا ويلقوا فيه جميع المتطلبات من ماء من ضوء من قاز وهدو الشي اللي بقع في الحالة ديال هاديل راكم شفتو الدار اللي هي فيها فيها قعد المتطلبات الدوش الفراش اي حاجة مصفرة لها حتى منطقة ديال الدار كانت تقدو لها اكيد ما غاديش نجيبو لها كل شي ولكن دك الشي اللي هو مهم ثم كينين حويش خرين مصاريف خرين ديال السبيطار المصاريف ديال السبيطار وديال التحاليل وديال العمليات اللي يجعلهم يكونوا بمية وخمسين مليون ميتين مليون في بزاف ديال الحالات إلا كانت عندها علاقة مع الزرح كتوصل لواحد المبالغ اللي هائلة جدا فهد شي كله كندير واحد لادوموند واحد البيتجي باش يتخادلين من عند الحكومة الإيطالية وليكتر خيرهم يعني غالبا ما كيردو هاش وجهنا وكيقبلوا هد البيتجي بنسبة لوليدات الصغار وحنا الحمد لله يعني هد شي ما نعودش يكون عزيزة قبل من الفيزا العلاج ماشي هي عزيزة من بعد فيزا العلاج يعني أنا حسيس براسيوليس وحدة أخرى حسيس أنني كنعاون وبالأخص أنني شفت الناس عشنو كيديروا على هاد شي وشفت الناس مساكن اللي كيفقوا كل نهار في الصباح قبل ما يديروا أي حاجة كيستفتوا لي يدعوا ديال الخير كيدعيوا معايا كيطلبوا معايا كيقولوا يعني سواء انت حقق هاد شي ولو ما تحققش حنا راه معاك وحنا في صفك وراك ندعيوا ليك بظهر الغيب وش حال ديال الولدين اللي كينوضوا بالليل مساكنوا كيديروا لي قيام الليل وش حال من واحد وهذه حاجة زوينة بزاف واحد الإنسان كين في مكة حاليا اللي ضروف ديال العمل دياله قرر أنه يدير عمره الولدة ديالي الله يرحمها ويخصصها لها بسبب هاد الفيزا ديال العلاج فما نعاوش لكم واحد الخير اللي كبير 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 بزاف اللي كان يعني ما معرفش كيفاش نعبر على الفرحة ديالي ما عرفش كيفاش نوصل لكم أنني راه كان فرح مئة مرة يعني إلا كان إنسان عنده إنسان واحد مريض وفرح معاه أنا راه كان فرح معاه كل واحد فيكم فرحة فالله سبحانه وتعالى أرزقني هاد الخير بسبب فيزا العلاج اللي كانت واحد الحاجة خيبة في حياتي التجربة خيبة لدوسها مع الوالدة ديالي الله يرحمها ولكن الحمد لله سيدة ربي السر وقدرت باش نحولها التجربة زوينة والحاجة اللي كان عيشها وفرحة اللي كان عيشها كل نهار والله شاهد عليها الحمد لله اللي لقني بكم الحمد لله اللي اعطاني هاد طريق ديال الخير باش أنه نقدر نعاون أي واحد محتاج ليا وكنتمنى بالله سبحانه وتعالى أنه يوفقني ونكون دائما عند حسن الضم ديالكم وأنا دائما في انتظار الملفات الجديدة حيات الحمد لله قاعدوا كلي كنت شديد أرهم غالين في الطريق ديال يعني أنهم يخرجوا لهم الضواسة ديالهم ويتقبلوا فإن شاء الله أنا مستعدة باش نساعد أي واحد عنده إمكانية ومحتاج ليا يتصل بيا مرحبا وأي حاجة قدرت نديرها أنا ما نبخلش عليه ولو بتانية من وقتي نشكركم بزف خليتكم على خير والسلام عليكم